الصلوات الخمس كالنهر الجاري نعم والذنوب التي نتلبس بها نسأل الله أن يعفو عنا وأن يسترنا هذه الذنوب كالوسخ الذي يصيب الجسد فإذا كان على الجسد اتساقا واغتسل الإنسان في النهر الجاري خمس مرات هل يبقى على جسده اتساقا الجواب لا كذلك إذا من المنان عليك أيها الرجل يا من جرى عليك القلم واحتلمت فصليت الصلوات الخمس في جماعة فإن هذه الصلوات تغسل ذنوبك يا عبد الله نعم ما دمت قد اجتنمت الكبائر وكذلك بالنسبة للمرأة فهذه منة من المنان من الله تعالى بها علينا فنسأل الله أن لا يحرمني وإياكم هذه النعمة والحديث فيه جواز لضرب الأمثال حتى يتفهم الناس أحكام الشريعة والله عز وجل امتنى على العباد لتمقية قلوبهم وأجسامهم من علل الآثام التي تعمل قلوب ونسأل الله العفو والعافية من ذلك ولذلك في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه الرسول عليه الصلاة والسلام قال مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات الغمر أي الكثير أي نعم وهذا الحديث كسابقه تماما كحديث أرأيتم لو أن نهر باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من ضرانيه شيء قالوا لا يبقى من ضرانيه شيء قال فذلك مثل الصلاة الخمس يمحو الله بهن الخطايا وفي البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي فأتى النبي أي فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله فأخبره رجل أخبر الرسول بما حدث فأنزل الله تعالى قوله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات ذهبنا السيئات